السلام عليكم أخوتي و أخوتي متابعة على قناة أمين الشو كما ترون هنا اليوم أزبط لكم واحد جديد لك أتمنى أن أعجبكم سمحوا لي على هذه الغيبة هذه كانت حواجي أخذتني معي لكم قليلا كانت الامتحانات الوليدات و الامتحانات و المتحانات و المتحانات مهمة سمحونا بزاف مرحبا بكم أتمنى أن أعجبكم بالنسبة لكيك الأخوة لدينا الشو كولات بسم الله على بركة الله سأقوم بزافة الملح هنا 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 أربعة بيضات بحرارة المطبخ سأقوم بزافة بسم الله بضع الملح ثقوم بزافة جصة جمعنا فخوطة فخوطة من ذلك هنا لدينا بزافة من أجل من أجل من أجل من أجل هكذا نضعت أنه سوف من أجل لدينا كاس سكر حبيبات فلنطرب سكر وفاني سوف نسجم العناصر سوف نسجم كاس الزيت سوف نضيف الخالط سوف نسجم لعنصر كاملة و نتلقها بإذن الله لن نتبسطك سوف نقوم بعمل نكس سوف نتمره و نتمره فيديو سوف نضيف الكاس الحليب سوف نضيف 1 يارورت 3 1 شكلة أوضانة 1 شكلة 3 شكلة نضيف الكاؤكام وعنصر سوف نتضغط امضاء نضغط امضاء انا نضغط امضاء ساحرة لا نضغط امضاء نتمنى ان لا تشترون نضغط امضاء سوف نطلق هنا من بعد مدفت الخالط في هذا البول أضطني قليلاً من الكاكا لأنني أضطني لا أعطني لك الذين كنت أريد أن أضطني أضطني ١٠ سنور الكاكا سوف أضطني قليلاً كمية سنبت نحصل على كمية سوف نعطي قليلاً ثم سوف نضع كيسان سوف نغرب ثم سوف نضع كنزان نجد قياس ملعقة جيدة نضيفها نضيفها تستخدمها نضيفها نفعلها جيدة حتى نحصل على خلاط لا تزيج نضيفها 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 بعد رغم المختلف phone نضيفها 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 جزة على 9 كرام يعني 16 كغ نضيفها نضيفها نتمنى لا تضيف حتى يكون من قصة مجرد سوف نضيف طريقة مفضلة عندي من بعد ما نضيف الخمارة الحلوة نضيف الخل هذا التفاعل يجبني في الخالب ومن ثم يخفف ابدأ بالكروف سنحن نضيف ثم نضيف الكاكاو لكنه لا يوجد الكاكاو سوف نضع المزيد من الزمان نضع الخالط في المول كما تعرفون أن أريد أن أخذها زودين لتخلق المزيد من الزمان نضع هذا الطريق سوف نستعمل هذه المزيدة نقوم بمشاة نقوم بطريقة نقوم بطريقة نقوم بطريقة الكمية نضرب المول على سطح العمل يجب أن ندخل الفران نقوم بطريقة الحرارة 160 نتطير لتطير نظيف كيك كيك أول شيء كان يجب عليها كنت تضرب البيض سوف نضرب كاسة البيضات يكونوا بحرارة المطبخ سوف نضرب كل شيء مولينكس كاسة البيضات حجم متوسط بحرارة المطبخ سوف نضرب قمت بحرارة سوف نضرب قمت بحرارة بحرارة نضرب كاسة السكر وبيبات نضرب مولينك سوف نضرب مولينكس قمت بحرارة قمت بحرارة واحد كاسة اللاعب ذلك كود وداعوه هنا من ثبت الطيران اختائي الغابب هنا غاوف اللعروف وضع الميح ثبتنا نضيف منتج بداية احتى نستطيع الفن ثم نضيف منتج حليب نضيف الماء ونضيفه ونضيف نضيفه اضيف الي منتج الملوين احمر كما تشاهدون هذا اللون نضيف بحين نضيف بحين نضيف بحين نضيف بحين نضيف بحين بعد أن يضيف بحين سوف ينضيف بحين رائحة بحين نضيف بحين نضيف بحين حين سعيد ومشيط يساعد نضيف بحين داخل نضيف بحين سوف نضيف حين جالي حتى نحصل الكتاف اللي بريف اللي يكون لطقين الكفيف بزر الكابر الكاك ديالي يكون الكتافة هذه الكاك ديالنا بنسبة الأول الفلم العجيب يأتي لهذا الشكل هذا هذا سوف نزينه والآخر اللي قدرته بشكلات هذا تهوية بالنسبة لهذا لدينا كاس كبير من العصر الليمون اضفت فيه واحد ملقة الملون الأصفر سوف نضيف ليه واحد الفلم بنك هدي الفاني وعندي معلقة لكينة باتيسيا ونقص ان شاء الله يجب عليك التعزي يجب عليك المعنقة يجب عليك التعزي يجب عليك المكونات يجب عليك يجب عليك التعزي قليلية الملوان الأصفر لأنه الوضع وفي الوضع يجب عليك المعنقة السكر يجب عليك فوق الضر يجب أن يكون هذا الفلون و هذا الكريم يجب أن يكون لها مفاجدة سأضعها في فوق الكيك بالمناسبة لكيك رميدها سقطتها شدت 1 كاس تقريبا 1 مرش العصر الليمون وضفت لي 1 شئ سكر وضفت لي 1 شئ ملوين الأحمر وضفت لي هذا اللون وضفت لي 1 شئ لما سأضع الكريم فوق الكريم سأضع صورة وإن أضع الصورة ونضيف التلوح ونضيف التلوح وضعتها لا تفكر أن شكلتك يجب أن نضع هذا الدماء يجب أن نضع هذا الماء يجب أن نضع هذا الأمر وضع الثانية وأضع الثانية وضع الشكلتة سوف نحركه كامل ونطلقه بالمضبية هنا سوف يوجد هذا القلاس سوف ينسج مئن عناصر سوف نقوم بإيطالي بهذا الكيك فقط طريقة هذه ندخل فيها كل هذه الأرحان بالطريقة هذه هنا من بعد ما إيطالت هذا القلاس على حلوة كاملة والتلفون كنظر لا أضحقها أنها تبين جيدة سوف نزينها قليلا بالفرنسال واللوز إفلي قليلا بالفرنسال قليلا بالفرنسال قليلا بالفرنسال قليلا بالفرنسال هنا من بعد ما كملت زيني سوف يأتي حواتي لذلك أتمنى أنها تعجبكم قليلا بالفرنسال بصفة قليلا بالفرنسال نضيف السكر حوبيبات نضيف السكر حوبيبات نضيف السكر حوبيبات نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر كيك مزيان هذا الشكل يوجد فوق البوطة هنا الكيك من بعد ما وجده جاء لهذا الشكل كما ترون هذه الشكل جاء بهذا المنظر و أتمنى أنه ستكون بني جاء بهذا المنظر جاء هنا الكيك الآخر جاء في المون العجيب جاء لهذا الشكل أتمنى أن هذه الكيك التي قدمت لكم اليوم يعجبوكم وينالوا الريضة بطريقة سهلة و بسيطة يبقى شوية الاختلاف في التزيين هو ماشي تزيين مبتكر وإنما الرابع يطح الإلهام بعض المرات كما العادة أعزائي المشاهدين لا تبخلوش إليها بلايكات ديالكم ونتلقوا فيديو آخر إن شاء الله إلى اللقاء